اهلا بكم الى هذه النشرة الاقتصادية نقدمها من الميادين ونستهلها كالعادة بالعناوين الرئيس اللبناني يدعو الى التعاون لتخطي الازمة الاقتصادية والمالية الراهنة الحكومة تتوصل الى اتفاق مع اصحاب محطات الوقود لانهاء ازمة المحروقات تركيا تؤكد انها لن تتوقف عن شراء النفط الايراني وانها لا تخشى فرض واشنطن عقوبات ضدها عشرات الاف الطلاب يتظاهرون في نيوزيلندا لحث الحكومات على التحرك لمكافحة تغير المناخ اهلا بكم توصل رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري الى اتفاق مع اصحاب محطات المحروقات عقب لقاء وفد منهم بهدف انهاء ازمة تأثير سعر صرف العملة على ارباحهم وينص الاتفاق على شراء المشتقات من شركات الاستيراد بالليرة اللبنانية نقيب اصحاب محطات المحروقات نبيل لبراكس قال ان انقابة تسرعت في اعلان الاضراب مساء الخميس وقال ان الية التعامل الجديدة ستصدر يوم الثلاثاء ترقب وحذر في لبنان الحديث عن ازمة مالية بدأ في الافق وحركة لا استقرار في بعض الاسواق تشي بنعكاسات سلبية على المواطنين بوادر الازمة تتمظهر في تلويح اصحاب محطات الوقود بالاضراب وعدم تزويد اللبنانيين بالمحروقات بسبب تغير سعر الدولار اضافة الى امتناع بعض المصارف عن تحويل الليرة اللبنانية الى الدولار الامريكي بالسعر الرسمي الذي حدده مصر في لبنان لكن حاكم مصر في لبنان يؤكد ان لا خوف على سعر الليرة وان الدولار متوافر الوقاع هذه تدفع الى رفع منسوب القلق وسط دعوات لمضاعفة الجهود لانقاذ الاوضاع الاقتصادية ان نوقف تضيع الوقت وان تستنفر الحكومة يعني بعفة عم تجتمع كل يوم ولكن نريد قرارات فعلية يعني الكلام لم يعود يكفي لطمأنة الناس واستعادة ثقة بان هناك من يقوم فعلا بالعمل الجدي وليس فقط بالكلام بيد ان بعض القوى السياسية تعتقد ان احزابا في السلطة تتحمل مسؤولية ما يجري تبدل من ان يسود الاصلاح ويكتم الفساد رأينا الفساد يتعاظم ويدخل فيه عناصر جديدة تابعة للعهد وبالتالي اصبح في اعين اللبنانيين الجميع فاسد هناك مسؤولية على الدولة هذا ما يخلص اليه بعض المراقبين الذين لا يقللون من المخاطر الناتجة عن الضغط الخارجي ويغمزون من ان هناك شركاء في الداخل يتآمرون على البلد قلق في لبنان من عدم استقرار سعر العملة الوطنية في الوقت الذي تدعو فيه رئاسة الجمهورية الى عدم الاخذ بالشائعات مع استمرار الضغوط الخارجية على البلاد وما بين الضغوط والشائعات يبقى الارباك سيد الموقف في الوقت الذي ظهرت فيه دعوات خجولة للتحركات الميدانية الاحتجاجية عباس صباق بيروت الميادين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشيل عون اكد ان هناك بعض الضغوط الخارجية وهي ليست جديدة ودعا الى التريث قبل اطلاق المواقف بشأن ازمة الدولار متعاهدا بعدم ترك لبنان يسقط وطالب الجميع بالتعاون لمعالجة الاوضاع القائمة وكانت الشركات المستوردة للنفط في لبنان قد اعلنت انها مستمرة في تسليم المشتقات النفطية وذلك عقب اجتماع عقد بين هذه الشركات واللجنة المكلفة من مصر في لبنان لمتابعة الية تغطية الاعتمادات اعلن تجمع اصحاب محلات اجهزة الهاتف الخلوي في لبنان عن اغلاق محلاتهم حتى اشعار اخر ابتداء من الاثنين المقبل ولاربعة ايام متتالية ويأتي تنفيذ هذا الاضراب نظرا لتداول الحاصل بين الليرة والدولار والفارق الكبير بين البيع والشراء وبين سعر الصرف الرسمي وسعر السوق السوداء واضطرارهم الى دفع فرق العملة من ارباحهم نفت وزارة المالية اللبنانية ان يكون موقعها الالكتروني قد تعرض للاختراق من قبل مقرصنين وقالت ان توقفه ناتج عن الضغط الكبير الذي يتعرض له من ارتفاع عدد رواده وتعطل موقع وزارة المالية اللبنانية لأكثر من ساعة واظهرت صور نشرتها مجموعة انانيموس اختراقه واعلنت المجموعة انها حصلت على كامل معلومات الوزارة على الانترنت وانها ستقوم بتسريبها الى اللبنانيين اذا اعتبر الخبير المالي حسن خليل ان استخراج الغاز في لبنان واعادة تصديره لن يكون الحل السحري لحجم المدينية العامة الكبير وانما هو يخفف من وطأة الازمة الاقتصادية كلام خليل تتابعونه كاملا في جزئين الجزء الاول منه يعرض يوم السبت الساعة الخامسة ونصف مساء من توقيت القدس الشريف اذا ظهر الغاز في لبنان جزء كبير يكون للاستهلاك المحلي تاني شيء اذا ظهر الغاز في لبنان تصدير الغاز من لبنان لبرا بدوا انابيب اما بدوا يعمل اتفاقية مع ابروس واليونان وهلو مجراء او عن طريق اسرائيل اللي هي مستحيل الا اذا بدوا يسيلوا اقرب محطات السيار هي مصر كيف بدنا ننقلوا اي انابيب لمصر فكل منه بسيطة ولكن ممكن اذا مطلوب عدم وقوع لبنان انهياره اجتماعية نتيجة الانهيار المالي ان يتم عمليات تجارية شراءه مسبقا كما عملوا مع مصر باتفاقية سيناء اكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان انه من المستحيل بالنسبة لتركيا ان تتوقف عن شراء النفط والغاز من ايران على الرغم من تلويح واشنطن بعصى العقوبات اردوغان قال ان تركيا لا تخشى احتمال فرض عقوبات امريكية عليها بسبب تجارتها مع ايران وبلغ التبادل التجاري بين تركيا وايران العام الماضي نحو عشرة مليارات دولار منها ستة مليارات وتسعمائة مليون دولار عبارة عن صادرات ايرانية معظمها من النفط والغاز افتت وكالة بلومبرغ الاقتصادية انه مع وصول محادثات خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي الى طريق مغلق في ظل تضارب في المفاهيم يفقد الاتحاد الاوروبي بشكل متسارع ثقته بان يتمكن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون من التوصل الى اتفاق واشارت الوكالة الى ان المسؤولين الاوروبيين يرون خطابة جونسون التحرضي عائقا امام بريكزيت وان كانوا لم يفقدوا الامل في امكانية حدوث انفراجة في الاسابيع الخمسة المقبلة وكانت الحكومة البريطانية قد قالت ان المحادثات تحرز تقدما فيما يرى الاتحاد الاوروبي ان مقترحات جونسون تستقر الى التفاصيل والجدية اعلن المكتب الوطني للمحاسبة في بريطانيا ان شركات الادوية ليست مستعدة لخروج بريطانيا من دون اتفاق بحسب وكالة بلومبرغ وكشف المكتب انه في شهر ايلول سبتمبر الماضي كان لدى شركات الادوية مخزون يكفي بنسبة 72% فقط من احتياجات خطوط تصنيع الدواء واضاف التقرير انه في منتصف شباط فبراير الماضي كان المخزون يكفي لتغطية احتياجاته 91% من خطوط انتاج الدواء في بريطانيا قال وزير الخارجية وشؤون المغتربين الاردني ايمن استفضي ان بلاده تعمل مع المجتمع الدولي على ايجاد آلية لتخطيط مالي طويل المدى لدعم وكالة غوث وتشغيل لاجئين الفلسطينيين اونروا التي تعاني عجزا مقداره 120 مليون دولار هذا العام استفضي قال ان ايجاد موازنة واضحة لمدة تصل الى خمس سنوات يؤدي الى ترشيد الانفاق والحفاظ على مهمات الوكالة مؤكدا ان الاتحاد الاوروبي والسويد والامم المتحدة تدعم هذا التوجه وان العجزة يعتبر بسيطا بالمقارنة مع قدرة المانحين الدوليين كشف تقرير للامم المتحدة ان عشرات الالاف من اليمنيين استشهدوا منذ بدء الحرب على اليمن وشرد الملايين وشوهت ضربات الجوية للتحالف والقصف والالغام الارضية الالاف بقدمه اليمنى يركل الفتى اليمني اسماعيل عبدالله كرة قدم بدائية مصنوعة من قطعة قماش ملفوفة بكيس بلاستيكي وردي اللون يعرج اسماعيل قليلا ويتأخر بعض الشيء والسبب هو انه ضحية اعتداءات التحالف السعودي على اليمن نجحة عند السابر من الأيام ثلاث عيد عرفة وقضعت غارة على بيتنا ثم انقطعت رجلي الاسراء ومات ابن خالي وابن خالتي وجرحه الثماني الفتى ابن الاثني عشر عاما هرب عام 2016 مع والديه واخوته الثمانية من منزلهم في حرض الى بيت خالهم في حجة وفي ليلة من ليالي سبتمبر ايلول تعرض البيت لضربة جوية فقد على اثها ساقه اليسرى وبعد سنتين تبنت منظمة عبس التنموية للمرأة والطفل عملية تركيب طرف صناعي له كثير من الحالات التي تم التعامل معها من قبل منظمة عبس التنموية وتحديد المشروع حماية الطفلة في الطوارئ بدعمه تمويل اليونسيف ما يقارب المئة والخمسين حالة يعني ما بين ادارة حالة ما بين حالة علاجية ما بين مساعدات نقدية ما بين تركيب اقدام صناعية ما بين انتزاع شضايا كثير من الحالات وما زال المجال مفتوح وصيرنا نائمين ولا حسينا الا بالنفجار عند صلاة الفجر في ضربة الطيران السعودي فقمنا فاستشهدوا احد اولادي واحد من اقارب من الابزية واسماعيل بلزين انقطعت رجله قد تغفي هذه الساق الصناعية الجزء المبتور من ساق هذا الفتاة الذي حرم من التعلم كغيره من الالاف الذين فقدوا اطرافهم بسبب الضربات الجوية والقصف والالغام الارضية ولم يتح لهم الحصول على اطراف صناعية لكن هذه الساق تعينه الان غير انها لا تعيد له بهاء طفولته وهو الذي ينتظر لما شمل اسرته بعد ان غادر والده للبحث عن عمل ويبقى لاسماعيل حلم جميل هو العودة الى المدرسة سارى عشرات الالاف من الطلاب في مسيرات في جميع انحاء نيوزيلندا في مستهل ثاني اضراب مدرسي عالمي من اجل التحرك لمكافحة تغير المناخ ومن المقرر ان تشمل الجولة الاحدث لاحتجاجات ملايين الاطفال في جميع انحاء العالم اسيا واوروبا قبل ان تصل الى ذروتها في تجمع حاشد في موريال بكندا وحصلت رئيسة الوزراء الميزيلندية على دعم من اربع دول اخرى لاتفاقية جديدة مقترحة لمكافحة تغير المناخ مع النروج واسلندا وكوستاريكا وفيجي مطلع العام المقبل بهذا نختم النشرة الاقتصادية للمزيد زوروا موقعنا الميادين دوتنات باللغتين العربية والاسبانية نشكر لكم حسن المتابعة وإلى اللقاء